والذين يتوفرون منكم ويضرون أزواجه يتربصن بأنفسه سن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جلاح عليكم فيما فعل في أنفسه سن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جلاح عليكم فيما عمرتم به من خدمة منساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة من نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله أخوهم حليم لا جلاح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على عنسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفعوا لا نعفو الذي بيده وقدت النكاح وأن تعفعوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الخضل بينكم إن الله بما تعملون مصير حافظوا عن الصلوات والصلاة المسقى وقوموا لله قالدين فإن طفتم فرجال النور كمانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون والذين يتوفرون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير يخراج فإن خرجن فلع جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه زين من المعروف والله عزيز حكيم ومجنقات متاعهم للمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لنعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من دياره رهو غنوف حذار الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيل عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون ألم تر إلى الملئين بني مصرائل من بعد موسى فقالوا لنبي الله له أثناء ملكا وقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم من ظالمين وقال لنا النبي بهم إن الله قد بعث لثناء قالوا تملكا قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعسع من المال قال إلا الله استفاه عليك وزاده بس تصرف في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله آسل اسمع عليهم وقال لنا النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوا اعطوا بالجنود قال إن إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزهم والذين آمنوا معه قالوا لا فا قدلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين ينينون أنهم ملاقوا الله كم من فئة في قليلة غلبت غلبت فية كثيرة بإذ الله والله مع الصابرين ولما بغضوا لجالوت وجوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونسلنا على القلق الكافرين فهزموهم بإذل الله وقتل داود جاجوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه من ما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم بمعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الكسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من مريم البينات وأيدناه بروح الحدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفهم فمنهم من آمل ولهم من كفر ولو شاء الله مقتتل ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الرئيس أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلتنا ولا شفاعة والكافرون هنا الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأثنه سنة ولا لون له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفرهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين بنشد من الغي فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال لن فصام لها والله سمين علي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من علمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوط يخرجون هنا من النورين الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملغ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فذهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عوشها قال أنا لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله لأدعى منه ثم بعثه قال كن لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عاما فانظر إلى طعامك وجرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الهضاب كيف نوشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحين موتا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فأخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتْ سَبْعَ سَنَابٍ في كل سنبلة التي أتحبه والله يضاعف لمن يشاشى والله واسع عليم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُطْبِعُونَ مَنْ أَنْفَقُوا مَنْ مَنًا وَلَا أَذَلْ لَهُمْ أَجْرَهُمْ لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرة خير من صدقة وتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين يوفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله من يوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه الراب فأصابه وابن فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين